نحن في الأردن أيضا لدينا تجربتنا ورأينا في هذا الموضوع ولدينا الأكاديميين الأردنيين والجامعات الأردنية المتخصصة والتي لها سمعة عالمية فيما يتعلق بالدكاء الاصطناعي فاسمحونا والمشاهدين في بيت للكل نرحب الدكتور رامي التميمي من جامعة الحسين بن عبد الله الثاني العلومي التقني أله وسهلا فيك دكتور رامي دكتور رامي الآن الدكاء الاصطناعي وعالم العالم الرقمي الآن لحد يستطيع أن ينكر بأنه إيجابياته وقد وفر علينا الجهد والوقت والتفكير وما إلى ذلك لكن بالمقابل دكتور هناك له تحديات بواجهها الإنسان الآن الذي يريد أن يذهب كما أنا أعلم بأنه من يود أن يذهب في عالم الدكاء الاصطناعي يجب أن يكون على باع طويل بالخوارزميات والرياضيات وما إلى ذلك الآن في عالم الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي الإعلاميين ما هي التحديات والفرص الآن اللي أمامهم نعم مرحي فيك تشكر لنا دكتور لانا ومحب أقدم الفرصة أشكر للتلفزيون الأردني والجامعة الحسين التقني على هذه المقابلة التي تتناول محور مهم ومحور ذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي بدأ يغزو كثير من القطاعات ومن ضمن قطاع الإعلام المرئي نعم وبالخصوص قطاع الصحافة والإعلام الذكاء الاصطناعي كأي تقنية أخرى له الإيجابيات والسلبيات فيه فرص ممكن نسفيد من تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء والإنتاجية وبنفس الوقت فيه مخاطر وتحديات نعم بالنسبة على سبيل المثال الصحافة دعونا نقول من الفرص التي ممكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقنية الذكاء الاصطناعي عدة تطبيقات ومجالات دعونا نقول بداية ترجمة المقالات من لغة إلى لغة يعني تكون عندنا مقالات في اللغة العربية الآن أدواء الذكاء الاصطناع صرت الترجم على كفاءة عالية لأي لغة أخرى فبالتالي نحن عندنا هذا المقال أصبح قلوبا و أصبح عالميا فسيصل إلى شريحة أكبر من الناس توليد المقالات نفسها المقالات الآن هلها زيت شات جي بي تي وغيرها من الأدوات الذكاء للصناع و الأليغوريث المز موجودة نحن نزودها في برومت أو سؤال معين أو استفسار فهي تفهم سياق سؤال هذا و سياق الكلام اللي حين نحكيه و ترد علينا بإيجابة وافية لأن تقنية هذه تدربت على كم هائل من البيانات من المواقع الإلكترونية و أخذت شهور و شهور عشان تتدرب هذه التقنيات و تكون على كفاءة عالية و تفهم سياق الحديث فعلى سبيل المثال الصحفيين يستفيدوا أنه صحفي يريد أن يكتب مقالة مثلا سياسية مقالة رياضية مقالة أدبية ممكن عاد يستعين بالذكاء للصناع و يكتب هذا المقال لكن نفس الوقت ما بدنا ننسى أنه ما بدنا نحط كل ثقلنا على هذه الأدوات لا بد من التنقيح لا بد من التدخل البشري اليدوي في نهاية لأن هذه الأدوات فيها على دقة عالية لكن في بعض الأحيان ما بتعطينا المخرجات المطلوبة المطلوبة بالضبط الخطأ وارد الخطأ وارد نعم لأن هذه تقنيات دربت على مجموعة كبيرة من البيانات لكن إذا كانت لها بيانات على سبيل المثال بيانات تسبب أذى لشريحة معينة فيها مثلا تهجم فيها نبرة من الكراهية أكيد سيناكس على الذكاء الصناعة لأنه في نهاية ذكاء الصناعة يتغذى على البيانات فإذا اختلف طبيعة البيانات يبدأ المخرجات تختلف والذكاء الصناعة يتصرف في طريقة مختلفة أكيد دكتورو أنت بتحكي في هذا الموضوع أنه أنا ممكن كإعلامي أو كباحث أعطي أوردر لهذا الجهاز ويكتب لي المقالة أو يكتب لي البحث الذي أريده أين النزاهة في هذا الموضوع؟ هل هناك ضوابط أخلاقية أم هناك تحديات للضوابط الإخلاقية للذكاء الاصطناعي؟ أنا كيف أريد أن أميز بين باحث حاصل على هذا البحث بجهده وبتفكيره المنطقي وتحليله ونتائجه وبين باحث هو كوبي بيست يعني طلع نصل الضوء على شيء من ضمن التحديات الموجودة في ذكاء الصناعة حاليا ما في حاليا ضوابط وتشريعات دولية منتفق عليها تحكم عمل هذه التطبيقات ومن ضمن التشارجيبتي وغيرها هذا التحدي هذا تحدي كبير نعم هناك بعض الجهود كانت في الجي دي بي آر في التحاد الأوروبي بلشت تشريعات موجودة الـ AI Principles Act في النورث أمريكا حتى في الأوردن في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كان طرحت السياسة الوطنية لذكاء الصناعي لكن ما زالت هذه السياسات غير قبل التطبيق على أرض الواقع لأنه عندنا تطبيقات مختلفة من ذكاء الصناعي نعم ما منعرف مين المسؤول إذا حدث أي خلل مين المسؤول طيب ومن يحاسب القانون يعني هذه النتائج ومن يحاسب الزبط هل أعسى بالمثال في سيارة ذاتية القيادة عملت حادث معين تسبب في آذى للآخرين طيب مين المسؤول هل هي الشركة التي صنعت سيارة الشركة التي صنعت نظام الذكاء الصناعي هذه هي الشركة المسؤولة عن الكفريج عن الفايف جي لأن هذه سيارة ذكية محتاجة لمدن ذكية وتغطية على مدار 24 ساعة تكون مربوطة في الساتليت والإنترنت فمنحكي عن المعضلة الكبيرة التي هي المعضلة الأخلاقية معضلة الأخلاقية والتشريعات نعم والتشريعات أنه لا يوجد تشريعات كافية ولا يوجد تشريعات واضحة لكل تطبيق من هذه التطبيقات الذكاء الصناعي التي بدأت تغذى بيوتنا هناك الكثير من الناس يستخدموا تشريعات حتى من الطلاب مأنا أكاديمي ومدرس جامي هي تقنية أنا لا أستخدمها لكن نستخدمها بطريقة صحيحة لا نعتمد عليها 100% دكتوري الآن أنا حكيت في المقدمة أننا في الأردن لدينا هذا التخصص الذكاء الاصطناعي وحتى الأمن السيبراني وما إلى ذلك ومؤسساتنا الحكومية في الأردن الآن قطعة شوط كتير كبير بأنه تتجه لتقديم هذه الخدمة للجمهور عبر الدكاء الاصطناعي الآن نحن فخورين بذلك لكن السؤال العريض الذي يطرح نفسه بأنه إذا كان الدكاء الاصطناعي ممكن أن نوصل لمرحلة يفكر عن الإنسان ويشعر عن الإنسان هل هناك تحدي بأنه نصل إلى مرحلة في العالم بأن المؤسسات فارغة من الكوادر البشرية وأن تحل محلها الأجهزة وأن يصبح هناك العالم كلية تذهب للذكاء الاصطناعي والحوسبة والتقنية دعنا نأخذ السؤال هذا محورين محور الواقع الحالي للذكاء الاصطناعي هل الواقع حال الذكاء الاصطناعي نحن لسه في الذكاء الاصطناعي يسمونه الارتفشل نارو انتليجنس الذي هو المحدود فبالتالي أنت عندك تقنية ذكاء الاصطناعي تقوم بمهمة معينة نعم مش شاملة يعني على سبيل المثال زي ما يحكي نكتابة مقالات أو تحليل بيانات بشكل معين أو مثلا تحويل نص لصورة تحويل صورة لنص نعم فبالتالي هل الوظائف اللي ممكن الذكاء الاصطناعي أثر عليها وظائف محدودة ما زالت نعم على سبيل المثال في مجال الصحافي قلنا نحكي الأشخاص اللي بعملوا التدقيق مثلا النحوي أو اللغوي أو تحرير للنص هذه الوظائف التقليدية ممكن الذكاء الاصطناعي أصبح يقوم فيها حتى الذكاء الاصطناعي أصبح يكتب برامج يعني في لغة بايتون أو جافا فحتى المبرامجين اللي هم الجونيور اللي ناس اللي متخرجين جديد من الجامعة ممكن شركة تحكي أنا تشجبتي أعمال يكتب لكود حتى المترجمين حتى المترجمين أنا أفكر وأنت تحكي الآن ممكن هل أصبح ذكاء الاصطناعي على كفاءة عالية أنه تعطي أي نص يحوله من نغال لغة صحيح فهل ذكاء الاصطناعي بمس قطاعات معينة لكن بشكل محدود هل هناك فرص أخرى هل هناك فرص أخرى هل هناك فرص أخرى هل هناك فرص أخرى تستطيع أن تصمم هذه الأنظمة الذكاء الاصطناعية وتطبقها في القطاعات المختلفة فنحن كمان بحاجة لتقنيين فبالتالي خلقنا فرص لناس تقنيين أنهم يبنوا هذه الأنظمة ويعملوا لها صيانة ويتابعوها إنه شغال صح وكمان يغذوها ببينات جديدة فممكن بعض الفرص تأثرت بعض القطاعات تأثرت لكن خلقنا فرص لوظائف جديدة كمان وصل الوقت هذا المحور الأول هو الذكاء الاصطناع في الوقت الحالي الخوف من كثير من الناس يعني أنه ذكاء الاصطناع يوصل لمرحلة أنه يصير عنده تفكير محد ذاته أن يكون عنده مشاعر زي الإنسان أنه يحاكي الإنسان في كل شيء يقوم بالمهام اللي يقوم فيها الإنسان فبالتالي الخوف أنه يتخطى البشر في مراحلة المراحلة ونوصل لنقطة العودة أنه الذكاء الاصطناعي صار يقرر بحد ذاته كل شيء يبدو إياه فبالتالي ممكن العنصر البشر يكون في تهديد هناك علماء كثير من بينهم الأب روحي الذكاء الاصطناعي هو جفري هنتن استقال مؤخرا من جوجل لأنه حس أنه هذه التقنيات تأخذ منحة خطيرة أنه الشركات البيك تيك كومبني زي جوجل وغيرها تستثمر بليون دولار أنه يطوروا هذه التقنيات لكن في نفس الوقت لا يأخذوا البعد الإنساني وليس يدخلوا الهومان في عملية تقييم المخرجات صحيح فكمانه ماسك نفس الشيء له نفس التحفظ فبالتالي هي نقطة جدال ولكن أعتقد أنه الأفق مفتوح وليس نستطيع أن نقول أن الذكاء الصناعي يوقف هنا لا كل يوم نسمع بشي جديد ينزل الذكاء الصناعي ديناميكي ومتطور فأنا أرى أن هذه التحفظات مبررة مبررة صحيح أخشى ما أخشى هو البعد الأخلاقي والإنساني في هذا الموضوع والله هو إيجابياتها الكبيرة جدا في عالم البشرية لكن الآن دكتور نحن في الأردن أدركنا للتخصصات الأكاديمية فإنما يتطور العالم تخصصاتنا الأكاديمية في جامعاتنا الأردنية عم تطرح برامج تناسب وتتلائم مع هذه التطورات العالمية وبالتالي الآن جامعاتنا الأردنية اتجهت إلى ما يسمى بتخصص الإعلام الرقمي لم يعد تخصص إعلام فقط هناك صحافة رقمية وإعلام رقمي وما إلى ذلك وجامعة الحسين بن عبد الله الثاني للعلوم التقنية هي جامعة متخصصة في التقنيات والتطورات والعلوم التطبيقية فخرون بذلك دكتور لكن الآن في ظل وجود هذا التخصص ما الذي يحتاجه الإعلامي حتى يكون يواكب هذه التطورات ما هذا الإعلامي هو الإعلام التقليدي الذي يكتب في الورقة والذي يقرأ هناك تقنيات وتطبيقات يجب أن يتسلح بها من يود أن يتخصص في الإعلام الرقمي هل هناك نقطتين نترحه معكم لكي نجلب تقنيات ذكاء الاصطناعي وندخلها في مجال الإعلام أو أي قطع تاني ومجال الإعلام واحد منهم أول شيء الوقت والجهد من الإعلامي أن يتعلم تقنيات هذه ذكاء الاصطناعي لأنها أنا بوجهة نظر أنه تساعد في رفع الكفاءة والإنتاجية نعم وتقلل جهد ووقت للإعلامي أنه يقوم بمهام معينة كان يحتاج أيام وشهور صحيح فبالتالي ممكن الإعلام يتفرغ يكون عنده وقت فراغ يتفرغ لإمهام تاني وبالتالي يرتفع في المنظومة بشكل عام النقطة التانية واللي بشوفها نقطة مهمة جدا لازم نطرحها اللي هي التقبل المسمى awareness والذي هو ثقافة التغيير التقبل التقنيات ذكاء الاصطناعي هلا ذكاء الاصطناعي زي غيرهم التقنيات الناس لسه عام يخافوا منه يعني في شوية تخوف أنه هذا ذكاء الاصطناعي طيب كيف يبدأت عمل معه شو المخرجات تبعته هلا مفروض يكون فيه ورشات عمل توعوية أنه ذكاء الاصطناعي مش جاي والله عشان هددنا مش شكل خطر علينا لا هو فرصة أنه نحسن بالانتاجية فرصة أنه نحسن بالفعالية القطاعات المختلفة فبالتالي لازم يعني أنه يعني نحتضن الذكاء الاصطناعي لكن بدنا نكون حذرين لأنه في بعض المخاطر خلينا نكون واضحي منها للإعلام يعني في مخاطر الإعلام مخاطر بشكل عام عشان هك بدنا نكون ماخدين هاي الأمور خطوة بخطوة وما نندفع بتجاه هذه الصناعة بشكل مطلق من ضمن هاي التحديات خصوصية البيانات هلا كل زي ما تفضلت دكتورة أنه هلا عنا عنا علام مرئي مواقع إلكترونية عنا وسائل تواصل اجتماعي عنا البريل الإلكتروني كل شيء صار هلا بشكل رقمي يعني مشتقليدي هلا أنا كمستخدم كوقارة أو متلقي لهذه المعلومة بدخل على هاي المواقع وابدأ رأيي ومثلا بقرأ مقالات معين فمعلوماتي طيبة الشخصية المعلومات المقالات البقراءة هل هي في مكان آمن هل ممكن يتم استخدام بشكل صحيح لأنه هذا التخوف لأنه وفي كثير من تطبيقات نحن لا نتبه على السمارتفون من نزل تطبيق هذا ومن يطلع لنا هي البوليسي التي نقرأها ونحن نضع نيكس نيكس بحيث أنه بدنا ننزل من ضمن هاي السياسات أو البوليسيز الموجودة في تطبيقات أنه ممكن تكون بياناتك يأخذوها ويبيعوها لثيرد بارتي لطرف آخر لأسباب بحثية وأسباب أخرى فبالتالي شخصية بيانات هذه الشيغلة مهمة جدا الشيغلة مهمة الثانية الشفافية الكثير من تطبيقات ذكاء الصناعي يسمونها صندوق الأسود للأسف هي معقدة جدا وحتى اللي بناها لا يعرف كيف تشتغل بالتفصيل على سبيل المثال أنا عندي تطبيق ذكاء الصناعي في قطاع بنكي على سبيل المثال وأنا عميل قدمت على قرد فالنظام لذكاء الصناعي حكاية لقردك مرفوض ما قدم لي أي مبررات الذكاء الصناعي لا يقدم تفسيرات ومبررات للذي يسويه فهذا بزعز زع ثقة العميل على سبيل المثال فهذه كمان تفسيرات من الأشياء اللي لازم تكون موجودة في الأنظمة الذكاء الصناعي وفيه كمان شغلة زي ما قلنا قوانية الشعاد فيه شغلة التحييز للأسف يعني هل هذه شغلة مهمة جدا النزاهة النزاهة والتحييز النزاهة والتحييز اللي هي البيانات إذا كانت متحييزة يحكوا المخرجات الذكاء الصناعي متحييزة دكتور أنا أود أن يكون اللقاء طول من هيك لأن هذا العالم يعني يجب أنه أو عالم الذكاء الاصطناعي يجب أنه يكون مش بس الإعلاميين العالم أجمع والمجتمعات كاملة والإنسانية كاملة أكثر وعي في هذا الموضوع أنا بدي أشكر حضورك الدكتور رامي التميمي من جامعة الحسين لبن عبد الله الثاني العلوم التقنية أهلا وسهلا فيك في برنامج شكرا يا دكتور شكرا 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 أعطيك العافي